أما أنا فلن أقول مبروك للانتصار لأنه هذا سلسل من انتصارات يبدو أن بشار أسد قد تخلى عن عناصر من عصابة المخدرات التي يقودها وقدمهم للأردن كعربون شكر على التطبيع وليكونوا فريسة سهلة لنيران عمان موقع السويداء 24 كشف عن وصول رسائر نصية من أرقام أردنية إلى هواتف عدد من المتهمين بتجارة وتهريب المخدرات في محافظتي درعا والسويداء تدعوهم لتسليم أنفسهم لحرس الحدود الأردني ومحذرة إياهم من الملاحقة والقتل الأردن ومواقعه الرسمية لم تصدر عنه أي تصريحات بهذا الخصوص لكن الموقع المحلي السويداء 24 قال إنه اطلع على الرسائل التي يؤكد نصها صراحة أن تحركاتهم مرصودة واجتماعاتهم مخترقة وأن الطائرات الأردنية ستلاحقهم وتقضي عليهم المجرمات والآخر مطالبة إياهم بتسليم أنفسهم لحرس الحدود الأردني قبل انقضاء المهلة التي منحت لهم نص الرسائل إن صح يعني شيئا واحدا أن عمان تملك الكثير من المعلومات عن مهربي المخدرات لكن من أين لها هذه المعلومات؟ ولماذا لم تتحرك إلا في هذا الوقت المتزامن مع التطبيع مع أسد الذي كان شرطه الأول إيقاف تهريب الكبتاجون ما يعني أن ميليشيا أسد هي من سلمت الأردن المعلومات وتسليمها يعد دليلا جديدا على طورط أسد بالمخدرات وإنشاء عصابات مختصة في ذلك الأردن يبدو أنه بالفعل بدأ حربا شاملة ضد المخدرات التي أصبحت حدوده طريقا لها وما قتل مرع الرمثان إلا قرع لطبول هذه الحرب حيث حذر الأردن المهربين من مصير مماثل لمصيره ترجمة نانسي قنقر